أنا ننتقل بكم مباشرة إلى مدينة أريحة نتحدث إياكم عن مشاريع تنموية تقدمها وزارة الزراعة لمجموعة من الأسر لدعمها وتنميتها ووضعها على السكة حتى تعتمد على نفسها ويكون لها مصدر دخل هذا الحديث سيكون مع منال حسونة وضيوفها في أريحة يسعد صباحك منال صباح الخير هبا وفراس أهلا بكم مشاهدين تعمل وزارة الزراعة اليوم عبر مختلف مدرياتها في مختلف محافظات الوطن على توفير وتقديم مساعدات ومشاريع تنموية لمختلف الأسر وذلك لتمكينها اقتصاديا ومساعدتها في توفير دخل يناسب احتياجاتها طبعا اليوم نحن نتواجد في منزل إحدى المستفيدات من هذه المشاريع في مخيم عقبة جبر طبعا أعداد هذه المشاريع طبيعتها وأيضا كيف ستعمل بالفعل على توفير مشاريع أو توفير دخل مناسب لهذه الأسر وتمكينهم اقتصاديا معنا مدير مديرية زراعة أريحة المهندس أحمد الفارس وأيضا رؤوفك عابن إحدى المستفيدات من هذه المشاريع أهلا بكم ويسعد صباحكم صباح الخير لجميع مشاهدين فضائة الكدس التعليمية من رفح حتى جنين صباح جميل من مدينة أريحة الجميلة صباح دافع من هنا نرحب بكم وأهلا وسهلا بكم أهلا بك أستاذ يعني بداية نحدثنا عن طبيعة هذه المشاريع كيف تكون شكل أو طبيعة هذه المشاريع التنموية التي تقدمونها لمختلف الأسر في مختلف المحافظات أو دعنا نتحدث بداية عن أريحة تحديدا نتكلم عن هذا المشروع اللي استفادت منه الأخت روفا هو مشروع توزيع أغنام كمنا بتوزيع أغنام عدد ست تروس من الإناث زائد ذكر كبش وهذه الإناث هي حوامل أيضا هذا المشروع له عدة أهداف طبعا من أهداف أنه يعني تمكين المرأة الريفية من إدارة مشروع زراعي وأيضا يعني يدر دخل عليها هو طبعا كان يعني الفئة المستهدفة فيها هم العائلات المستورة والمحتاجة والتي يوجد لديها حالات إعاقة بعض العائلات أيضا يعني الاستغناء أو توفير فرص عمل بديل للنساء لعملهم في المستوطنات هناك جزء كبير من النساء يعملون في المستوطنات فهذا المشاريع تأتي لمكافحة هذا الموضوع وترك العمالة في المستوطنات المشروع مقدم من الشيخ الوليد بن طلال نوجه له شكر طبعا يعني المشروع كان قيمته تقريبا أربعة من ثلث سنوات والمشروع وما زال مستمر في مراحل قيمة المشروع أربعة مليون دولار أكثر من نصف المشروع كان لمشروع توزيع أغنام ثم مليون واربعمائة ألف تقريبا لتوزيع أغنام كما أسلفت لكي بالنسبة للمستفيدات كمنا بتوزيع لثمنتعشر مستفيد في المحافظة هنا وسنكمل المرحلة الثانية نوزع أيضا ستعشر مستفيد فيبلغوا العدد أربعة وثلاثين مستفيد رح يستفيدوا أربعة وثلاثين مستفيد للسنوات القادمة أو الفترة القادمة خلال أقل من ثانية سنكمل المشروع إن شاء الله نكمل على أربعة وثلاثين مستفيد يعني كانت حصة الأسد من هذا المشروع هي للفئات النسوية والجندر لأسباب لا ذكرتها لك سابقا طبعا الأغنام تم فحصها من قبل أطباء بيتريين مختصين قبل أن نتحدث عن كيفية خضوع هذه المشاريع للتقييم وطريقة تقديمها بداية نحدثنا عن المراحل التي مر بها هذا المشروع يعني هو منذ ثلاث سنوات تقريبا يعني كيف بدأ المشروع وكيف تم التخطيط له وبناء على ماذا يتم التقديم أيضا المشروع كان فيه توزيع أغنام وفيه مرحلة توزيع خلايا نحل وأيضا فيه توزيع بعض البيوت البلاستيكية وتوزيع معدات للتصنيع الغذائي المراحل يتم تقديم الطلبات لدى مديرية الزراعة ويتم الفحص خلال تقدم طلبات كثيرة ولكن كيف يتم الانتقاء والاستفادة للحالات التي تنطبق عليها الشروط أهمها أن يكون مستفيد يعني مسجل حالة لدى الشؤون الاجتماعية ويكون يعني وضعه ليس داخل ثابت أو داخل بسيط يعني كما أشرنا لمكافحة الفكر هذا المشروع الوسر المحتاجة والمستورة يعني هذه المراحل كانت الانتقاء كل مرحلة كانت على جانب وتم زيارات عمل زيارات ميدانية من قبل المهدسين الزراعيين وانتقاء العالات باختيار إن شاء الله كان جيد والعالات هي المحتاجة الأولى فالأولى كانت هكذا كانت توزيع نحن نتحدث عن مشاريع تنموية بمختلف أشكالها منها تصنيع غذائي منها تقديم أيضا مشاريع زراعية مشاريع حيوانية حديثنا أكثر حول طبيعة هذه المشاريع وكيف تقيمون أن هذه الحالة بحاجة لهذا المشروع سواء كان زراعي أم حيواني نعم يعني هي الحالة بدي يكون طبيعتها أول شرط من الشروط إنه بدي يكون هو مسجل لدى الشؤون الاجتماعية لأن الشؤون كمان بيعملوا بحث وعندهم بحثين ميدانيين بيتوخد دقة في هذا الجانب وأيضا تعاوننا مع المجالس القروية والبلدية في هذا الجانب يعني وتم عمل زيارات ميدانية لاختيار يعني لاختار بدقة ومن يعني المستفيدين يكون تنطبق عليهم الشروط بشكل جيد وواضح ويعني لا نريد أن نظلم أحد في هذا الموضوع نريد أن يكون من يستفيد في هذا الجانب هو بحاجة فعليا ولديه أسباب ولديه حالات إعاقة أو يعني حالات مرض أو غير ذلك ولكن هناك بعض الحالات أيضا تم توزيعها مثل بيوت البلاستيكية حديقة منزلية معدات تصنيع غذائي معدات مثلا ثلاجات أفران نمكن النساء أيضا كما ذكرت لك التركيز على العنصر النسوي في هذا الجانب نمكن النساء من أن تعمل وأن تستغني عن العمل خارج البيت وفي المستوطنات وعلى آخرين نعم سنحدث عن طبيعة متابعتكم لهذه المشاريع بعد تقديمها وكيف يتم التأكد من أنها فعلا مشاريع إنتاجية وتعمل على مساعدة الأسر لكن دعنا نتحدث مع السيدة رؤوفة كعابن لتحدثنا عن المشروع وكيف اليوم تعمل هي عبره لتأمين دخل وتوفير أيضا دخل مناسب لكم نحن فيكم حياتكم الله ويكرمكم ويكرم اللي دعمنا الجمعية اللي دعمتنا وبشكر الأستاذ زراعة أريحة مدير زراعة أريحة والأغوار احكي لنا شو المشروع اللي أنت اليوم بتعملي فيه وأدمو لك يا مديرية الزراعة قدموا لي ست نعجات وكبش والحمد لله رب العالمين إن شاء الله لك أدام إن شاء الله بنتج بنصير نبيع جبنة ولبنة وبننتج من هذا المشروع عندي أنا الحمد لله إلي 16 سنة أرملا وعندي بنت معاقة الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله هذا كدموا لي حوالي إلهم 6 شهر هذه إشيوها الكتم عشرات بديني ولدين الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله وجوهن خير علينا وبنتمنى لشم إلهم ولمدير زراعة أريحة حكي لنا أنت كيف بتشتغل اليوم على هذول الغنمات تعرف تشتغل عليهم في عندك خبرة بالموضوع وكيف بتسافيدي كمان من الحليب بس بتبيعي حليب ولا بتعملي منه جبنة لبن إن شاء الله لك أدام إن شاء الله نصير نجبن واللبن والحمد لله رب العالمين نبيع الخروف نبيعة والطلية نزيد مشان نزيد المشروع هذا الحمد لله في الدار هذنية 13 نفر الحمد لله رب العالمين عندي بنتي بتدرس لغات وفنادك وعندي بنتي بتدرس علم نفس حكي لي أنت عندك اليوم خبرة إنك تتعاملي مع الحيوانات وتحديد النعجات ولا المديرية بتساعدك اليوم وبتبع معي لا لا أنا بطعمل معاهم أنا بنظف تحتهم بطعمهم بغسلهم بطلعهم شوية برعب المنظف تحتهم برد أرجعهم في بدهم أبر بدهم أدوية بعطيهم الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله حكي لنا كيف الإنتاج كان طبع النعجات العنية إن شاء الله لك الدام خايفة من تسويق الحليب أو الأجبة ولا مرة الحمد لله بنساوي الزباين لما لا زباين بساوي الزباين وإن شاء الله وبنشكر مدير زراعة أريحة والأغوار كل التوفيق إليك كل التوفيق نعود إليك أس مهندس أحمد يعني كيف اليوم أنتم تتابعون هذه المشاريع وتتأكدون بالفعل من أنها مشاريع إنتاجية ويعني قليلة الخطأ خلينا نقول يعني لا تخطأ كثيرا حتى تكون فعلا هي مشاريع إنتاجية يعني كما تحدثت الأخت من العبد المستفيدة من مشروع الأغنام هو مشروع سيوفر لها دخل على المدى القريب يعني هناك بعض الأغنام ولدت من شيك من العبد وفي الباقي حوامل زي ما ذكرتلك لأنه تم فحص الأغنام قبل ما نجيبها يعني قبل ما نسلمها للمستفيد تم فحصها ومن قبل أطباء بيطريين مختصين في وزارة الزراعة أنها تأكدوا أنها حوامل هذه الأغنام وأنها أيضا تم فحص تحليل دم لها نخالي من الأمراض الوبائية أو المعدية يعني تم الإختيار نعم من الحوامل ثلاث شهور مدة الحامل كانت هي خمس شهور أن عجب تحمل مزايا للإنسان تسع شهور ويعني شهرين ولدوا هيصرها مستنمي فيه جزء ولد وجزء إن شاء الله قريبا وأيضا فحص مختبري كما نتأكد من أنه لا يوجد فيها أمراض سارية أو المعدية يعني مش معني نعطي واحد مستفيد وضع المادة على قد حاله أنه يأخذ أغنام وتصير فيها مرض وتموت فتوقحنا الدكة في هذا الجانب من خلال الفحوص المخبرية وغيره وأيضا يتم متابعة من قبل الطبيب البيطري زيارات دورية والمرشدين لإرشاداتها لمن لديه الخبرة البسيطة في هذا الجانب بعض المزارعين لديهم خبرة كافية في هذا المجال والبعض الآخر هم يعني جدد على هذا الموضوع يتم توجيهه من قبل المرشدين الزراعين المختصين ومن قبل الأطباء البيطرية نعم في أريحة أكثر المشاريع المقدمة هل هي زراعية أم حيوانية؟ نباتية أو حيوانية قصدك يعني طبعا هو الأكثر كان هو الأغنام مشروع الأغنام والنحيل تعد في جانب الإنتاج الحيواني في هذا المشاريع كانت لمن يشاهدنا الآن متى سينتهي التقديم لهذه المشاريع أو كيفية أيضا التقديم لها؟ يعني قبل ما أجاوبك على السؤال هذا أنا أحب أكد أنه حاليا نعمل على مشاريع هذه مشاريع تنموية تسمى لأن هذه المشاريع تدر دخل باستمرار على المزارع وليس كتوزيع جزء معين يستهلك يعني كانت مشاريع توزيع شعير لبعض المربين الأغنام ولكن هذه تنفذ ولا يستفيد منها كثير ولكن هنا التركيز على المشاريع التنموية المشاريع التي تعمل مشروع تنموية در بداخل على المزارع ويستمر أيضا لفترة طويلة هذه المشاريع هي جل اهتمامها الشيخ لودي بن طلال والذي مول هذا المشروع بشكل خاص منه أريحة هي من إحدى المحافظات التي التابعة طبعا لوزارة الزراعة التي تهتم بتقديم مشاريع تنموية حدثنا بشكل أوسع تقريبا وأخيرا عن هذا المشروع المشاريع التي تشمل مختلف المحافظات يعني منطقة أريحة والأغوار هي منطقة واسعة منطقة زراعية بامتياز يعني إحنا بنحكي هناك محاصيل لا تنتج إلا في محافظة أريحة والأغوار يعني مثل التمور مثل النباتات الطبية والهيربس وهذه كلها تصدر إلى الخارج يعني هناك تطور في قطاع الزراعة تطور في قطاع الاستثمارات الزراعية ولكن هناك بعض الحالات والمشاريع صغيرة أيضا يعني هناك مشاريع واستثمارات كبيرة وهناك مشاريع صغيرة نحاول أن يكون الدعم والتوجه سياسة الوزارة يدعم المشاريع الصغيرة أكثر من المشاريع الكبيرة لأن الاستثمارات التي تكون بملايين الشواكل وليس بحاجة لوزارة الزراع أن تدعمه بمشروع قيمته مثلا خمس تلاف دولار أو و4000 دولار كهذا المشروع هو بحاجة إلى يعني هو يقدر أن يدعم نفسه بنفسه ولكن نحن نوفر لهم قدر ما أمكي أي إمكانيات أي استشارات برضو جاهزين طواكم المهندسين في هذا الجانب هل هناك مشاريع مشابهة ستكون في المستقبل لدعم الزراعة في أريحة تحديدا؟ يعني المشاريع مستمرة نحن إذا تكلمنا عن خلال خمس سنوات سابقة هناك مشاريع نفذت في محافظة أريحة والأغوار ب30 مليون شيكل للمزارعين من ضمنها طبعا يعني مشاريع تخص المياه مشاريع تخص البنية التحتية التسويقية مشاريع تخص الأسمدة مثلا تقديم مدخلات إنتاج من سماد من شبكات رأي من تأهيل أبار إلى ما غير ذلك دعم هناك تحديات معينة اليوم يواجهها قطاع الزراعة في مدينة أريحة تحديات كبيرة لقطاع الزراعة وخاصة في منطقة أريحة والأغوار لأنه الاحتلال يعني يوجد مستوطنات كثيرة هذه المستوطنات معظمها توسعت وتصادرت الألاف من الدولامات الزراعية وصادرت أيضا المياه هناك سيطرة إسرائيلية كاملة في هذا الجانب يعني 85% من المياه لحوض الشرقي المتاحة في الأغوار يستهلكها المستوطنين والإسرائيليين و15% لفلسطينيين وهذا إجحاف بحق يعني لا يعني هذا تحدي كبير يعني وهناك مشكلة مياه على الأرض الواقع صحيح إنها وتضييق الحصار على المزارع الفلسطيني لترك هذا المزارع لجعل هذا المزارع أن يترك مهلة الزراعة ويتوجه للعمال في يصبح عمالة رخيصة في المستوطنات هكذا يريد المستوطنين ولكن مزارعنا ما شاء الله عنه هو خط الدفاع الأول مزارعنا هو الجندي في الأرض وثابت وصامد في هذه الأرض نوجه له تحية من هنا إلى جميع مزارعين الأبطال اللي هم يعتبروا يعني خط الدفاع الأول في هذا المجال المهندس أحمد الفارس مدير مديرية زراعة أريحة والأغوار شكرا لتواجدك معنا ويسعد صباحك وأيضا أشكر موصول أيضا لضيفتنا رؤوفة كعابنة على تواجدها معنا وإلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية فقرتنا من أريحة والآن العودة للاستوديو مع فراس وهبة لاستكمال فقرات يوم جديد شكرا لك من الحسونة وأكيد يسعد صباحك يسعد صباح ضيوفك اللي كانوا متوجدين معنا من أريحة بالتحديد يسعد صباحك إذن مشاهدين نواصل وإياكم هذا المشوار من يوم جديد في المحطر الأخيرة